عزيزي المشاهدين نرحب مجدداً بضيوفنا في الستوديو المحامي رياض جمال محميت أعضل المكتب السياسي للتجمع وسائد عيسى رئيس الإجنة الشعبية في كفر قاسم أهلاً وسهلاً بكم أخريات السؤال الأول لك أنتم في التجمع هل حسمتم موقفكم من التصويق على الحكومة الجديدة؟ نعم قبل يومين أو أكثر صدر بيان عن المكتب السياسي للتجمع الذي أقر معارضة الحكومة المقبلة حيث سنصوت ضد هذه الحكومة طبعاً هذا الموقف هو مش لأول مرة عند التجمع في كل الفترات في السنوات الأخيرة كان قرار التجمع دائماً بتصويت ضد أي حكومة لأسباب سياسية واضحة أولاً لا نرى أي فرق بين الحكومة المقترحة اليوم والتكتل الموجود الذي يسمى التكتل التغيير بحيث نحن لا نرى أي تغيير يعني أعطيني أي فرق ما هي الفروقات بين الحكومة المقترحة وبين حكومة نتنياهو التي كانت لا بل أنه بنت نفسه يصرح أنه أكثر يمينياً أنه هو أكثر تطرفاً هو كان رئيس المجلس الاستيطاني القطري هناك صاعر هناك ليبرمان هناك شكيد فمعظم قوات الأحزاب اليمنية موجودة في هذه الحكومة زد على ذلك أحد البنود لهذه الحكومة أنه بالنسبة للموضوع السياسي بالنسبة للقضية الفلسطينية لا يوجد أي حديث عن هذا الموضوع بل هناك اتفاق أنه يبقى الأمر على ما كان عليه زد على ذلك وزير الدفاع جانس الذي قبل أسبوع انتهى الإدوان على غزة هذا وزير الحرب الذي قتل ما يقارب السبعين طفل وعشرين امرأة وعشرين مسن فكيف يستطيع شعبنا أو يستطيع التجمع أو أي حزب عربي وطني صادق أن يدعم مثل هذه الحكومة لا ننسى الأحداث الأخيرة التي كانت في الداخل يعني المؤسسة الإسرائيلية قد قامت بكل ما جرى في الداخل بالاعتداء على شبابنا أكثر من 2000 وعتقل أكثر من 200 لائحة اتهام شهيد في قلد حسين حسونة وشهيد في أم الفحم محمد كيوان الذين قتلوا بدم بارد حسين حسونة قتل على يدير المستوطنين المستوطنين الذين هم يعني أساسهم وداعمهم ورئيس حزبهم هو أيضا بنت ومحمد كيوان قتل بيد الشرطة فكل ذلك كل هذه المستوطنين الذين ذكرتها على عجالة تؤكد أن الموقف الصحي الذي يجب أن يكون هو التصويت ضد سنعود إليك في هذا الموضوع لكن أريد أن أسأل سيد إيسى برأيك هل ستصوت الموحدة إلى جانب حكومة لبيد مقابل مكاسب للمجتمع العربي طبعا يجب أن نعود إلى الانتخابات الأخيرة في الانتخابات الأخيرة كانت هناك قائمتين عربية زيتين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة القائمة المشتركة طرحت نهجها الواضح والصريح هو نهج الأحزاب العربية على مدار سبعين سنة من نهج سياسي من نضال سياسي في المقابل كان هناك طرح للقائمة الموحدة القائمة الموحدة قالت منذ أول يوم بأنها سوف تذهب مع أي حكومة حتى كانوا مستعدين أن يذهبوا مع حكومة الليكود كانوا طرحوا هذا النهج وهذا النهج للأسف الشديد أنا أنا شخصيا لم أوافق هذا النهج ولكن هذا النهج حصل على مئة وسبعين ألف صوت هناك مئة وسبعين ألف صوت يعني المصوت كان يعرف أن هذا النهجب سيشارك لذلك يجب أن نكون واضحين وصرحين النهج القائمة العربية الموحدة اليوم هو نهج ليس نهج أربع أعضاء أو أربع نواب هو مئة وسبعين ألف كانوا مستعدين أن يذهبوا حتى مع الليكود لذلك من الطبيعي القائمة العربية الموحدة إذا لم تصوت ولم تذهب لإتلاف حكومي هي سوف تخذل ناخبيها أنا هنا يجب علينا أن نكون صرحين واضحين ولكن ما سمبر استطلاعات هناك من يكون أنه هذا شيء سلبي يعني أنا رأيي الشخص أضعه جانبا أنا هنا لكي أحلل من ناحية سياسية ومنطقية طرحوا نهج أمام ناخبيهم ومع هذا النهج حصلوا على مئة وسبعين ألف الانتحان سوف يكون في الانتخابات القادمة هل سيعاقبهم الجمهور أم سوف يعطيهم هذه نعود إلى الخيارات المطروحة الحساب العربية الآن أمام واقع صعب ومعقد هناك خيارين خيار بين سيء وبين أسوأ من يراهن على حكومة بنيت وصاعر وليبيرمن وغانت سوف يخيب أمالهم لا شك أنا لا أثيك أصلا أصلا لا أثيك بهذه الشخصيات بأنها سوف تكون بتطبيق الوعودات التي سوف تقدمها الوسط العربي لديه تجارب مريرة في وعودات وفي برامج نعود إلى خطة 922 الخطة الاقتصادية كم حصل في نهاية الأمر كم مليون شكل وصلت إلى بلداتنا العربية هناك فارق بين وعودات وحتى ليست وعودات هذه خطة صودقة عليها في حكومة إسرائيل في نهاية المطاف لم يتعدى المبلغ 7 مليار شكل من عشرات الملياردات لذلك حتى تجاربنا في الماضي مع حكومات إسرائيل وتعاملها مع الوسط العربي حتى ليس الوعود حتى الخطة المصادقة عليها لن يتم تطبيقها والآن حتى عندما يتكلمون عن إلغاء بلغة لغة تأتأى ماذا يقولون؟ يقولون تجميد مقابل إكرار وسم قانون ثاني أي قانون؟ القانون الثاني سوف يكون أصعب وأقصى أم تجاربنا في الماضي؟ كل قانون يتم سنه نعود دقيقة نعود لنقول كلنا حنين إلى القانون العنصري الماضي الذي كان أقل قصوة لذلك أنا شخصيا لا أعول ولكني متفاعل أنت متفاعل بهذا الموضوع أريد أن أسأل أخرياض قبل أن نبتعد عن هذا الموضوع أخرياض هي أقول نهج جديد هذا النهج نريد أن نجرب نهج جديد أنا ما فهمت أن سائد بدافع عن النهج المنصور عباس هو التحدث عن أن هناك 170 ألف ماذا؟ موقع على نهج منصور عباس أخي شكر نحن نعرف كيف المية وخمسة وستين ومية وسبعة وستين ألف صوت اللي حصلت علينا للحركة الإسلامية الجنوبية نتيجة لتحريض سافر وتحريض صعب يعني لا أريد أن أتحدث عن التحريض الطائفي التحريض الاجتماعي ضد القائم المشترك على الجبهة وعلى التجمع على الجبهة وعلى التجمع وعلى نواب التجمع ونائبات الجبهة بصورة لا يقبلها أي وطني صادق الطحين ومش الطحين وما كل لذلك والآن من حليفهم؟ رئيس ميرتز منصور عباس سيجلس مع رئيس ميرتز اللي هو معروف ميوله الجنسية لرئيس ميرتز ولا كلمة عن الموضوع من نهج منصور عباس الآن ذاهب إلى حكومة لم يذكر المسجد الأقصى المسجد الأقصى لم يتحدث عنه في المفاوضات عن اقتحامات المسجد الأقصى هذه حركة إسلامية جنوبية لم تتحدث عن المسجد الأقصى عن غزة واقتحامات والعدوان على الغزة عن حصار غزة لم يتحدثوا عن الاحتلال لم يتحدثوا عن قانون القومية لم يتحدثوا القرآن الكريم نزل باللغة العربية القانون القومية الآن أدى أن اللغة العربية هي حتى مش لغة رسمية بل لغة ثانية في الدول عن هذا لم يتم الحديث يتحدثون عن فتات فتات مقابل مواقف سياسية هم لن يتحدث في المواقف السياسية ما المقصود بالفوتات؟ الفوتات يا سيد هم الآن بتحدثوا أنه رايحين يجيبوا هل قانون كامينتس هو فوتات؟ أولاً إحنا منعرف أنه في الدورة السابقة القائمة المشتركة توصلت أنه لتجميد القانون كامينتس هذا ماشي جديد هذا حصلنا عليه في السابق كان تجميد وكان هدم لا هناك فرق لا إحنا لازم نميز قانون كامينتس لا يمنع الهدم في كل الحالات ساعد رئيس الرجل الشعبي وأنا وصلت في محامي قانون كامينتس يعني فيه بلود هو لا يحل كل المشاكل الهدم لأنه واضح هذا أصلاً قلناه في القائمة المشتركة أنه تم تجميد قانون كامينتس فهذا منجز الأمر بالنسبة للميزانيات اللي بتحدثون عنها طيب في تسعة ثنين وثنين وثنين القائمة المشتركة حصلت عشر ملياردات ربما السلطات المحلية حصلت إلى الآن بعد معلق هذا المبلغ لا لا مش معلق هلوزع؟ وصلت للسلطات المحلية وظلت أربع مليون اللي مددوهن لسنتين بمعنى يعني واضح أنه مع أنت هذه الخطة الحكومة ستأتي بخطة جديدة فأنت إيش جايب لي؟ ما المقصود أربع مليون أربع مليار؟ أربع مليار أسف أربع مليون يعني وصلت للسلطات المحلية من التسعة ثنين وثنين صرفوا سبعة ملياردات وتبقى أربع ملياردات طبعاً لجنة المتابعة واللجنة القطرية هناك خطة بأربع وستين مليار إحنا لسد الفجوة التمييز العنصري اللي مبني على أساس قومهم نحن بحاجة لسد هذه الفوز لأربع وستين مليار إحنا حصلنا إلى الآن عم يقل عن عشر مليارات الآن هم يتحدثون لو سيحصلوا على مليارات طبعاً هاي المليارات جزء منها هي جزء من منحص السلطات المحلية وتعليم ورفاوة يعني هاي بدوا يجمعوهن كلهم فأنت إيش أنجزت؟ ما هذا أنجزناه نحن في المعارضة ونحن ننادل ونكافح بشموخ وكبرياء وانتزعناه كلناك الأحزاب العربية المجتمع والقائمة واشتركية اللي هم كانوا جزء منها فلماذا الذهاب بهذا المقايدة تقايد بمواقفك السياسية والوطنية والدينية أنا لا أفهم حركة إسلامية لأتذكر المسجد الأقصى في مفاوضاتها الآن منصور عباس جالس في في المكيبيان جالس مع بنتهم مع السعر ومع الشاكيدهم معه ومعه لم يتحدث عن مسجد الأقصى لم يتحدث عن الاحتلال لم يتحدث عن الاستيطان لأنه نفتالي بينت أبو الاستيطان وصاعر ما نفتلك عن يتحدث عن أي شيء عن أي شيء يدخل ويفاوض على ماذا يفاوض على كل ما ذكرت يعني إحنا لا نقايد بين مواقفنا السياسية وحقوقنا المدنية المشروعة إحنا حقوقنا المدنية هذه مشتقة من كوننا مش بس مواطنين وأصحاب أرض يعني ما حدا مانن علينا يعني إحنا من كل فيه تمييز على أساس قومي هذا التمييز صار له 73 سنين يعني إحنا شعبنا أستاذ شاكر شعبنا عاش ما يقارب العشرين سنين تحت الحكم العسكري وبقي وصمت وصبر واستمر في الحياة ومن بعدها كل القوانين العنصرية ويوم الأرض وهبة الروحة وإم السحالي ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وبقينا ثابتين على أرضنا لبل تطورنا رغم التمييز اليوم يعني إذا بدأت تيجي تشوف كم عدد نسبة الأطباء نسبة الصيادة نسبة الممردين أكثر من 100 ألف أكاديمي في عنا هذا كله اشتقنا وانتزعنا فقط بوقوفنا وصموتنا ونضالنا بشموخ وكبرية دون استجداء أحد ودون أن ننحني لأحد ودون مقايدة مواقفنا من أجل الحقوق على حقوق مدنية التي لازم توفعلها سيد إيسا لو المشتركة مثلا دعية الاجتماع مثل هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم في المكبية مع الأحزاب المختلفة ماذا تتوقع أن تطلب المشتركة يعني ومن قال لك أن المشتركة لن تكن لديها دعوات لحضور هذا الاجتماع المشتركة أنا أريد أنا وجهة أريد 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 جمهور المشتركة لا يقبل للمشتركة أن تتخذ موقف غير الموقف الذي تتخذه الآن يجب علينا أن نتذكر مواكف الأحزاب هي ليست مواكف شخصية للنواب هي مبنية على جمهورها جمهور المشتركة يختلف عن جمهور العربي القائم الموحدة جمهور المشتركة لا يريد أن يكون جزء من أي حكومة إسرائيلية لا يريد ولن يكون جمهور المشتركة يقول بأنه هناك إمكانية هناك أولاً هامش سياسي ضيك يمكننا أن نتحرك من خلاله ليس واسع لأن الدموقراطية الإسرائيلية هي الدموقراطية الزائفة هناك حدود للدموقراطية في إسرائيل يجب أن لا نواقد أنفسنا لو كانت إسرائيل دولة دموقراطية بشكل تام ودولة حريات لما كان مجتمعنا العربي يعاني من هذا التمييز العنصري هناك هامش سياسي ضيك يجب علي أن أعلم وأعي ما هي حدود هذا الهامش وخلال هذا الهامش أنا أتحرك النواب القائمة المشتركة يعملون وفك أجندات سياسية وخبرة سياسية كبيرة هم يفهمون بأن الوعودات وأن كل هذا ما يتم طرحه هو وهم لأن بالأساس عندما أنت تتلقى وعد بالأساس كيف يمكنك أن تكون مطمئن من تحقيق هذا الوعد أنت تنظر من يعيدك من الشخص هل هناك عربي يعول على بنيت أو يعول على ساعر أو يعول على فيكدر ليفن أو على يالي شاكيد يعول على بني جانت بني جانت الذي القائم المشتركة بـ 15 نائب أعطته تاج الملوكية ولم يقبله بسبب أنه جاء من الناخب العربي رفض أن يكون رئيس حكومة وهو بالأساس رفض من أجل ماذا بسبب أن هذا التوفيذ جاء بالأساس من الناخب العربي لذلك هذه الوعودات هي وعدات وهمية ولكن الخيار وأنا برأيي بعض مركبات القائمة المشتركة سوف أتوقع أنها سوف تمتنع لأنه آن الأوان بعد أكثر من عشرة سنوات من التحريض على المجتمع العربي من أكبر محرض في تاريخ إسرائيل نتنياهو هو الأسوأ وخيارنا الآن ليس لذلك دعني أسأل ذكرت نتنياهو دعني أسأل السؤال الأخير إليكم هل سيفشل نتنياهو هذه المرة سيضطر الخروج من مقر إقامتو في بلفور أن يعود رئيس للمعارضة بعد كل هذه السنوات وهو من سبعي حكومة هل تتوقع أن يقول السلام عليكم ويخرج المشكلة أن الناس الآن لم يتخلصوا من أسطورة نتنياهو نتنياهو أكثر رئيس وزراء في الحكم لا بس أفشل رئيس وزراء سياسيا نحن نتكلم عن رئيس أكثر تقول هذا كله لكن هناك من المجتمع الإسرائيلي يقول أنه أنجح أكبر كذبة هذه لماذا؟ لأن أربع انتخابات يخسرها نتنياهو أربع انتخابات يتم لم يحصل في تاريخ إسرائيل أن يحصل شخص على تفويض لتشكيل حكومة ويفشل الوحيد ولماذا أن اليمين منقسم على نفسه؟ لماذا منقسم؟ بسبب هذه الشخصية غير شخصية نتنياهو في ثواني اليمين سوف يركب دقيقة دقيقة ولكن دقيقة مهمة نتنياهو الآن يسكت وأسطورته تسكت ليس بسبب لبيد وبينيت والآخرين بسبب أخطاء نتنياهو من عمل ليلة مهار من أجل تقريب بين بان نكفير وسموتريت ولكي يتعدوا ويعبروا نسبة الحسن نتنياهو عمل جاهداً لكي ينجح وفي الأخير من كبر ووضع مسمار في نعش نتنياهو السياسي بان نكفير الذي رفض أن يكون في حكومة مع الموحدة دعني أسمع رأيه قبل أن نرهي البرنامج اللقاء هذا تفضل بموضوع نتنياهو بموضوع نتنياهو هل تراه يعني بالفترة القريبة هو مش راح يكون رئيس حكومة لكن الحكومة اللي راح تكون أنا ولكن زهر قال قال اليوم بأنه هذه الحكومة سفدلاشة بسرعة لذلك يعني على ما يبدو أن الحكومة عمرها قصير وسنذهب سنكون في انتخابات خامسة لكن أنا مش شايف أنه نتنياهو صار يتنازل سريعاً عن الحياة السياسية يعني المقلق يعني نتنياهو سيذهب لكن سياسة نتنياهو سياسة اليمين باقية هذه السياسة الأنصرية الفاشية اتجاهنا قاقلي قومي أصلاني في هذه البلاد واتجاه شعبنا الفلسطيني وقضية الفلسطيني واتجاه الإقليم العربي يعني مدامنا ذكرنا عربي بيحكوا أنه بدون يصير في وزير عربي يعني الوزير العربي بالكاد يمثل حزب ميرتس الصهيوني يعني مع تقديرنا يعني أنه في معرفة شخصية مع ابو كمال حاولوا طاولة الحكومة الإسرائيلية لن يكون إلو تأثير حتى أعطوه وزارة التطبيع أنا بتمنى أنه لن ينجح أنه يضيف أي مطبعين جدد المحافظة رياض جمال محميد عضو المكتب السياسي للتجمع وسيد عيسى رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم شكرا لحضركم إلى الستوديو